دكتور إسحاق أندكيان ضيفنا من أطلانتا دكتور إسحاق الصين تقول أن الصراع والمواجهة مع الولايات المتحدة أمر لا مفر منه إذا لم تغير واشنطن سياساتها تجاه بكين ومن الواضح أن السياسات الأمريكية لم تتغير بل تزداد تشددا تجاه الصين هل هذا يعني أن هذه المواجهة قد تبدأ قبل أوانها أم أن التطمينات الأمريكية بالقول أن واشنطن لا تسعى بطبيعة الحال إلى صراع مع الصين كافية لإبعاد هذا السيناريو وما رأيك في مسألة بأن بكين تتبنى مبدأ حلال للجميع حرام على واشنطن مساء الخير لك والديوث الكرام والمشاهدين أعزاء طبعا يعني اليوم أصبح العالم متصم عموديا بين مفهوم الشرقي ومفهوم الغربي بين المفهوم الليبرالي وهو الإنسان والديمقراطية من ناحية برئاسة الولايات المتحدة الأمريكية ومفهوم الشرقي للسياسة العالمية بما تحمل ذلك من ديكتاتورية وقمعية ويمكن أن نقول أن الصين تمثل ذلك وبالتالي على العالم أن يختار ما بين اليمين واليسار ما بين الأسود والأبيض ليس هناك من منطقة نامدية في ظل هذا القصام الحامودي الحاد في العالم يعني أنا أوصف هذه الحالة لكي أنطلق منها للإجابة على سؤالك وبالتالي اليوم بطبيعة الحال أن المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين هي حتمية وستحصل إنما يبقى مسألة التوقيت متى سيحصل ذلك وما ستكون الشرارة من أجل ذلك وليس هنا بالضرورة أن تكون هذه المواجهة مواجهة عسكرية مسلحة يعني اليوم نعيش هذه المواجهة على الصعود كافة بما فيها الصعود الدبلوماسية بما فيها الصعود أيضا الاقتصادية لأن الصين كما نعلم جميعا هي قوة اقتصادية صاعدة تشكل خطر على القوة الاقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية وكما نعلم أن هذه الدول الكبيرة التي لديها يعني امتداد دولي وعالمي هي اللاعبين أو الدول هم لاعبون دوليون لديهم مصالح وهم يحققون مصالحهم ولا يقومون بأعمال خيرية وبالتالي المواجهة بين الرئيس المتحدة والصين هي مواجهة حتمية صرح قاضى الصينيون أنهم مستعدون لغزو طيوان بحلول عام 2027 المئوية لإنشاء الجيش الشعبي الصيني وبالتالي يعني كل الأنظار متاجهة نحو هذا التاريخ هذا من ناحية أخرى نجد أن الصين قد خرجت من قوقعتها السابقة من خلال استراتيجية رئيس جينبين وهي تحاول أن تمد اليد وأن تظهر نفسها بصورة مغايرة بصورة كلاسيكية للصين وتحاول أن تظهر نفسها كشريك في صناعة السلام بما رأينا بالتقارب السعود الإيراني بواسطة صينية بواسطة صينية هذا من ناحية وأنها تشريك اقتصادي استراتيجي لجميع الدول التي تطمح لاستقلالية اقتصادية من خلال مبادرة الحزام والطريق ومدل يد العون إلى الدول الأفريقية على الرغم من التحفظ على ذلك أن هناك أسباب اقتصادية دفينة للصين لاستخراج المواد الأولية في صناعاتها من الدول الأفريقية ولكن لا يخفى على أحد أن الصين في هذه التحركات تتحرك برشاقة دكتور إسحاق